في الحياة بنقابل ناس وناس وقالوا في المثل الناس معادن فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد ولأن الحياة من غير ناس ما تندس هنقابل كل يوم نوع من الناس مش ناس وشخصيات بس احنا هنلفوا ناس بكلها نحكي عنها وعن ناس الطيبين وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمر الليسي في كلمة ورد غطاها على فكرة النميمة دي مش بس صفة لبعض الستات لا دي أكتر صفة ممكن تكون عند رجالة كتير وفي رجالة ممكن نقابلهم في حياتنا الستات جنبهم في النميمة يبقوا تلامزوا والله في كي جي وان وشوف انت بقى لما النمام أو النمام يكونوا كمان فتين أو فتنين ولا عيازوا بالله يعني مش بس نمام وبيجيب في سيرة الناس لا إنما قاعد يفتف كل حاجة وكمان بيفتن على كل حد يفتر لحصل عمره مش أحمد عباسة زي مننا خلاص يطلق مراته والله إزحيلت بجد والله إزحيلت علي ده لسه يا رجل متجاوزين من ست وشهر وعليقصة قد كده بيقولون السبب إنها طلعت ما بتخلفش وأحمد كان نفسه في إنت تعايل بس بصراحة هو عند أعب دي تلت جوازة وتطلع العروسة ما بتخلفش حصوا نحز بعيد عنك يلا إحنا عملنا ده الخلق للخالق يا دوب أول ما صاحبنا عبعزيز النمام يعرف المعلومة وينشرها على الملأ تكون الشركة كلها عرفة حكاية طلاق أحمد ومونة وتصبح حكايتهم على كل لسان ويا ريت تنتهي الحكاية عند كده لا ده لازم زيزو يحط الطاتش بتاعه وكل شوية زود بقى حكاية وتحبيش وتوابل لزوم بقى الإصارة والحبكة الدرامية ويفوت يوم واثنين وبالتالت يدخل علينا أخوك رويتر بمنشطة العريض وبالخلفية مزيكة ساسبنس موسيرة ويقولك سمعتش أنت بعد الصدمة الكبيرة اللي عزلت مبارع لكون عبد عباسد مش اكتشف إنه بعد ما طلق مونة إن مونة طلع تحمل والله العظيم تخيل بعد الطلاق على طول مونة راح تزيد للدكتور عشان تعمل شكة بكامل كنا أمن تخطف شكة وطلب منها تعمل تحليل حمل المفاجأة الكبيرة بقى إنها طلعت حمل والله يا أحمد عباسد ده وصعبا عليها يا طرح هيعمل إيه للوقت ها يا طرح هيعمل إيه ما تعرفتش ما تعرفتش عمر هيعمل إيه يا أحمد عباسد وتتوالى إذاعة حلقات أحمد عباسد ومونة في الإذاعة الداخلية للشركة يوميا ويبدأ الناس يسألوا صاحبنا النمام وكالة الأخبار المتنقلة عن آخر الأخبار وطبعا سيادته في كل يوم بيزود تحبيش وتوابل ويفضل على كده لغاية ما تعرف الشركة كلها إن مونة رفضت ترجع لأحمد لإنه طبعا باعها وغدر بيها وطلقها وموقفش جنبها في أزمتها حسب يا الله ونعم الوكيل فيك يا عبد العزيز وحكايات النميمة اللي من النوع ده ما بتنتهيش عند صاحبنا عبد العزيز النمام لكن يا ريت الحكايات انتهي على كده ده أحيانا بتكون النميمة مؤزية وبتتسبب في تشويه سمعة الناس وقطعيشهم كمان آخر خبر بقى والله ما حتصدقه الشركة حتتباح أولله سمعت إن رئيس الشركة بيتفوت خلاص على بيعها عشان الخسايا الأخيرة وسمعت والله وأهلم إن المشتري الجديد هيدفع للناس كل المكافئات والحوافز المتأخرة يلا يا مسهل يا من تقريم يا رب والناس طبعا تسمع الأخبار من صاحبنا عبد العزيز النمام وتبدأ الشكوك والهواجز تنتشر في كل الشركة اللي متفائل إن الشركة حتتحل أزمتها واللي خايف والشكك وقال أنا على مستقبله مستقبل عياله والغريب بقى في الموضوع إن لا الشركة أعلنت إنها بتفلز وقال المسؤولين فيها قالوا إنها حتتباع والقصة كلها بيكون مصدرها بس أخونا عبد العزيز النمام اللي نقل معلومة غلط والمشكلة بقى إن النميمة اليومين دول بقت متنوعة جدا وبقى لها منابر إعلامية بتظهر فيها وصفحات على السوشيال ميديا ومواقع وبقى لها نجوم بيتكلمه طول الوقت بينقلوا أخبار كاذبة ملهاش أصله على مصدر كل يوم يكتب لك واحد على صفحته إن الفنان الفلاني الفلاني الكبير مات وإن الفنانة الفلانية اطلقت وحكايات وراغير والمشكلة ما بتكونش بس في نقل الأكاذيب لا في كم من النميمة والإفتراءات والتحبيش اللي بتكون حوالين الحكاية ودلوقتي نجوم النميمة بقى كطار قوي وكل واحد عامل من نفسه وكالة أنباء خاصة أخبار كلها عندي يا باشا وإنه بكنترول يا حبيبي والله هيستعرف مين ماشي ومين قاعد في سنة جديدة أنا أقول لك أزيز ويطلع كله فشوش يا زيزو كلام في كلام يا زيزو ورغي وكلام فاضي يا عب عزيز ما هو النمام اللي زاك أصده شخص فاضي والفاضي يعمل إيه يا عب عزيز يعمل إيه أيها بالزبط كده عليكم خدوا بالكم منهم خدوا بالكم من عبد العزيز واللي زيه وقوعة تدوهم ودنكم داني بزمتكم ده تقولوله إيه وتتصرفوا معاه إزاي ابعتلنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمر الليسي حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها ولغايتنا نتقابل داني أسيبكم في أمان اللي كلمة ورد غطاها دكتور عمر الليسي الكاتب الصحفي محمد الشبه أداء الفنان أحمد صيام إخراج تامر حسني اشتركوا في القناة